بطريقة غير مباشرة إلى عدم إنهاء البرنامج في الوقت المحدد وتفاصيل هذا الموضوع في سيق تقرير هاجرزليلف في هذه الأيام تعيش المنظومة التربوية موجة إذرابات وإذراب اليوم بطله التكتل النقابي التربوي إذراب يومين يقابله تواقف مؤقت عن الدراسة وهي الحلقة المفقودة عند المضربين طبعا تعويض شوفي أي تأخر بالنسبة لنا لما نتكلم عن التعويض حتى البعض اللي حاول يحل إشكال لما يتفاقم الوضع ويتعفن حاولوا نحلوه بترقيعات إذن ما شيء هذا هو الحل لأنه من المفروض قبل ما نوصلوا للمشكل والتعفن والإنسداد نحلوا المشكل هنا نقدر نقوله بأننا يمكن تدارك الأمر تتحمل مسؤوليته لمسؤولية بعض المسؤولين لأنه لن يكون سداد ولم يكون تعفن سيقسنا ككل تعويض الدروس الضائعة لتلميذ فكرة سابقة لأوانها خاصة إذا كان هناك خصم من الراتب الشهري حسب بعض النقبيين المضربين سابق الأوان لماذا؟ لأنه صراحة لماذا رأينا يوم أو يومين تأضراب لكن كان ثلاثة أيام تحت الثلوج وره جيد الثلوج كذلك لماذا لا نهتم بأيام التي ضيعت في أيام الثلوج مثلا نحن كأساتذة نعوض ونعوض وهما لا يكون الخصم لاجب لأن لا يتسارعوا في خصم في الأجور لكي نتفاوض إذا لجأت وزارة التربية الوطنية إلى خصم أيام الإضراب للأستاذ فلا أعتقد أن الأستاذ سيتحمسه إلى تعويض تلميذ الكل يبحث عن تحقيق مطالبه في حين تنفيذ البرنامج والمقرر الدراسي يبقى آخر اهتمام الجميع اشتركوا في القناة